تخيلوا أن تقوموا بطلب وجبة طعام من مطاعم وتصل إليكم بعلب مفتوحة أو هناك من عبث بها بعد تنقل عديد من البلاغات من سكان العاصمة السعودية الرياض بشأن هذه المشكلة أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة تغلفها بزيادة لضمان وصول الأغذية والمشروبات بشكل أكثر أماناً وإحكاماً وبالتنسيق مع الجهاد ذات العلاقة تهدف المبادرة إلى وضع خطط مراقبة صارمة مع مهلة تصحيحية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في العشرين من أكتوبر 2024 قبل بدء تطبيق شامل لمراقبة المعايير المطورة والتأكد من التزام القطاعات بها هذه المبادرة مشاهدين التي ركزت على تغليف الأغذية والمشروبات لمنع العبث بها وتسهيل الرصد أثناء التسليم لقت الكثير من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعضاً منها هنا أمانة منطقة الرياض تعود وتذكر بالتعاون مع الجهات المشاركة المنشآت الغذائية تسعى مبادرة تغلفها بزيادة إلى تعزيز سلامة الطلبات ضمان وصولها بإحكام ودون عبد سعياً لرفع الامتثال بالمعايير الصحية بتوصيل الطلبات بطرق آمنة جهود موحدة لرفع جودة الخدمات المقدمة في مدينتنا نمو حضري وازدهار تنموي نذهب إلى حسن الزهراني حسن يقول أرياض دائماً سباقة ولكنها ليست استثناء ما يطبق فيها يجب أن يطبق في جميع مدن المملكة الأخرى وآمن عند وضع هذا الإجراء قيد التفعيل أن لا يتم القبول بأقل مما سبق أن اقترحت لهذا الغرض منذ أيام جائحة كورونا وكان أيضاً مرفق هذا التعليق بتعليق آخر لأيام جائحة كورونا كان اقترح المزيد من الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالحفاظ على نوعية وجودة الأغذية نذهب إلى تعليق آخر من فايزة تقول مبادرة رائعة يشكرون عليها ومن أمل تقول اللي يشوف الطلب مفتوح أو تم العبث فيه لا يستلم